اهلا بيك يا صاحبي في فيديو جديد فيديو النهاردة اشرح لك ازاي تشحن السيزن الجديد السيزن 20 مجانا وازاي طبعا ان انت تشحن الريال باز بطريقة سهلة وبالايد بتاعك فقط بس قبل ما نبدأ في اي حاجة كده نصلى على النبي عليها افضل الصلاة والسلام ومتنساش بقى صاحبي اللايك الرائع للفيديو ان انت برضه تشترك في القناة وبس كده يلا بينا على طول نبدأ في الفيديو اول حاجة كده صاحبي هسترد معك صندوق تقدر ان انت تفتح السندوق ده فتحة مجانية تحصل على لبسة مسك او سكن قوم اسطوري يعني انت وحظك وتاني حاجة اشرح لك ازاي تشحن الريال باز السيزن الجديد السيزن 20 مجانا طيب يا صاحبي اول حاجة كده لو ركزت على الاحداث اللي في اعلى الفعليات هتلاقي عندك كده صاحبي صورة السندوق اللي امامك ده فتضغط عليها طبعا كده ضغطة واحدة هتلاقي عندك تحت كده صاحبي عندك حاجتين عندك السندوق ده والسندوق ده واحد بستين شدة الفتحة وواحد باربعين شدة الفتحة انت هتيجي علي باربعين شدة تمام وبعد كده طبعا هتضغط عليه ضغطة واحدة اول ما تضغط كده صاحبي اكيد طبعا هيكون معاك بطاقات خصم انا عندي بطاقة خصم خمسين شدة وكمان بطاقة خصم اربعين شدة وكمان بطاقة خصم تلاتين شدة انا طبعا كده هضغط على بطاقة خصم اربعين شدة وأفتح كده فتحة مجانا بصفر شدة طيب ممكن أحصل إيه؟ ممكن أحصل على سكن القوم الأسطوري ده صاحبي مجانا أنا حاس أصلا القوم ده بيتطور يعني أنا فاكر أساسا جدعان إن القوم ده بيتطور وبرضه صاحبي عندك اللبسة دي لبسة ميسك زي ما انت شايف وعندك كمان غطاء الرأس الخاص باللبسة وبرضه صاحبي غطاء الرأس ده ميسك وعندك طبعا الطاصة وعندك الشنطة والسموك وممكن تحصل على عملات سيرفر أو تحصل على سندي كلاسيك وسندي مميزة فأنت صاحبي في كل الحالات مش خسرون حاجة هتيجي كده هنا على الاربعين شدة وتفتح طبعا ببطاقة الخاص من اللي معاك وتفتح فتحة كده بصفر شدة وانت وحظك ممكن طبعا يطلع لك أي حاجة زي ما انت شايف أنا أطلع لهو يعني 16 قسيمة صندوق كلاسيك يعني صندوق ونص تقريبا المهم أنا مخشرتش أي حاجة فتحت بصفر شدة فدي كده صاحبي أول حاجة وعندك هنا طبعا مفتاح كده أول ما تضغط على المفتاح ده فيظهر لك كده اضغط عليه مرة تانية هتكسب هنا صاحبي صندوق مميز زي ما انت شايف وبس كده أن انت استفدت من الفعلية دي أو الحدث ده أو الصندوق ده من صندوق مميز هو زي ما انت شايف وكمان فتحت فتحة ممكن يطلع لك سكن القوم السكن ده صاحبي بيتطور هنا متأكد كمان لهو بيتطور بس مش عارف ازي علامة التطوير مش ظهر عليه بس المهم هنا عندك سكن قوم بيتطور وتقدر طبعا تفتح وعندك هنا تقدر بقى تفتح بعشر شدات لو طبعا انت معاك بطاقة خصم الخمسين شدة طيب دلوقتي واحدة يسألني ازاي يقوفى انا هجيب بطاقة الخصم دي هيكون كده الصاحبي عندك هنا في الفعليات هتيجي على اخر حاجة وتنزل على اخر واحدة عندك هنا طبعا لو انت صرفت عشر شدات في اي حاجة فتحت عشر شدات على اي صندوق هنا طبعا بقول لك انفق عشر يوسي او انفق يعني عشر شدات هتحصل الصاحب على البطاقة دي اللي هي بطاقة خصم اللي 40 شدة وتخش طبعا تفتح كده فتحة مجانا لو انت بس صرفت عشر شدات كده في اي حاجة فانت هتكسب البطاقة دي وكسبت طبعا كده صندوق مميز كمان اهونا ما كانت سمعي ولا صندوق مميز ظهر لهو نيو اللي انا لسه كذبان الصندوق المميز حالا زي ما انت شايف طبعا ومعا 73 قسيمة صندوق لسك وحاجة كمان طبعا صاحبي لو انت انضميت لمجموعة او انشأت مجموعة في حدث مزايا الشراء الجماعي فعندك هنا طبعا هترجع كده تخش على البريد وهتلاقي طبعا هنا ان اول خصم ايجالك اللي هو العشر شدات وهتجمع كده صاحبي العشر شدات من هنا وهتلاقي كمان بعدها ان خصم العشرين شدة ايجالك اول ما تكونه تلات اعضاء في المجموعة وكده طبعا عشان تكون يعني شحنت الريال باس بمتين وستين شدة ودي طبعا انا شرحت لك عنها طيب يا صاحبي نيجي دلوقتي الاهم حاجة في الفيديو ازاي تشحن الريال باس السيزون الجديد السيزون عشرين مجانا هتخش كده طبعا صاحبها الفعليات بعد كده هتيجي على رابع واحدة وهتلاقي عندك هنا تابعنا لطربح ربي ام عشرين هنا طبعا صاحبي المسابقة دي لسه نازلة معنا النهاردة هتفضل معاك من يوم ستاشر اللي هو النهاردة لغاية يوم اتنين وعشرين وهنا طبعا صاحبي مسابقة من باب جومبايل نفسها وهنا في ميت شخص يكسبه كل واحد فيهم ريال باس مجانا يعني انت ممكن تطلع واحد من الميت شخص دول يعني ميت واحد تسعة وتسعين واحد غيرك كتير برضو مية بس طبعا هتلاقي في ناس كتيرة جدا مشاركة وانت كمان هتشارك بالايد بتاعك بس ومش هتخسر اي حاجة انا لو شاركت فما تقولش انا حظي وحش ومش هشارك ومش عارف ايه لان كل اللي بيشاركوا وكل اللي بيخشوا المسابقة دي كلهم بقولوا ان حظهم وحش بس في الاول والاخر فبرضو في ميت شخص يكسب فازاي بقى صاحبي تشارك انت في المسابقة دي بيقولك طبعا هنا سحب على ميت بطاقة تركية للشهر عشرين او الريال باس يعني السيزن عشرين وبس كده هتعمل تلات شروط بس وتخش المسابقات اول حاجة كده صاحبي هتخش على صفحة باب جومبايل ميناء الانستا هتكون سيبلك طبعا الرابط كده في اول تعليق اول ما تخش على الرابط هتفتح معك كده على طول بعد كده طبعا هتيجي على اخر بوست هنا اللي هو بوست السيزن عشرين او الريال باسي سيزن الجديد يعني وهنا صاحبي في المنصور ده بقولك اربح الريال باسي السيزن عشرين كل حاجة طبعا زي ما شفناها داخل اللعبة وبيقولك هنا طبعا صاحبي ازاي تشارك في المسابقة اول حاجة تابع حساب باب جومبايل على الانستجرام اللي هو صاحبي الحساب اللي احنا اساسا موجودين عليها هتعمل متابعة هتضغط هنا كده على كلمة متابعة ده اول شرط يا صاحبي وبعد كده عندك تاني شرط كم بترجع اعجاب على هذا المنصور هتحط كده اعجاب للمنصور وبعد كده بقولك اكتب الاي دي بتاعك في التعليقات ويعمل منشن لتنين من اصدقائك كم بذكر اتنين من اصدقائك يعني فتيجي كده صاحبها التعليقات وهتكتب الاي دي بتاعك لازم طبعا تكتب الاي دي بتاعك عشان لو كسبت فطبعا صاحبي الريال باس هيوصلك على الاي دي بتاعك فاول حاجة كده طبعا انت هتكتب الاي دي بتاعك في التعليقات وهتعمل منشن لتنين من اصدقائك زي ما انت شاف كده صاحب انا كتبت الاي دي بتاعي في تعليق وكمان عملت منشن لتنين من اصدقائي وبس كده هضغط نشر للتعليق بتاعي وبس كده انا شاركت في المسابقة وانت كمان هتكتب الاي دي بتاعك وتعمل منشن لتنين من قصد دقائك وكده كمان صاحبي هتكون شاركت في المسابقة هما دول طبعا الشروط حاجة سهلة خالص وبس كده صاحبي اول ما تكتب الاي دي بتاعك خلاص كده انت شاركت في المسابقة وعندك طبعا اخر يوم تشارك فيه هيكون يوم 22 يعني انت لو شفت الفيديو ده حتى يوم 21 فشارك في المسابقة عادي خالص اخر يوم معاك هيكون يوم 22 وطبعا صاحبي بعد يوم 22 فهينزله برضو ستوري على الانستا باسماء الميت شخص اللي كذبوا بطاقة التركية للريال باس طيب صاحبي لو انت من الميت شخص اللي كذبوا الريال باس ازي هتشحن الريال باس مجانا هتوصلك طبعا صاحبي في البريد هيوصلك طبعا كده في البريد بطاقة تركية للسيزون 20 دي طبعا صاحبي بطاقة تركية انا طبعا هم معاي بطاقة تركية والبطاقة دي يا صاحبي اول ما الريال باس بيبدأ فانت بتضغط بس كده على كلمة استخدام وخلاص كده صاحبي انت هتشحن الريالباس السيزون 20 مجانا فانت طبعا كتبت الايدي بتاعك لو انت كسبت لو انت من الميت شخص اللي كسبه هتوصلك بطاقة التركية في المخزون بتاعك او طبعا في البريد وانت تخش في بريد الرسائل وانت صاحبي اللي هتجمع بطاقة التركية وازاي ملتلك طبعا اول من الريالباس بيبدأ فانت بس بتضغط كده على بطاقة التركية دي على كلمة استخدام وخلاص كده طبعا صاحبي بتشحن الريالباس مجانا فبس كده صاحبي ده فيديو النهاردة وهي دي الطريقة اللي انت تقدر تشحن بيها الريالباس الجديد السيزون 20 وطبعا صاحبي دي مسابقة من باب جونباي لنفسها وتقدر طبعا ان انت تشارك بالايدي بتاعك فقط وبكم شرط صغيرين كده انت هتعملهم بس في دقيقة او اقل كمان من دقيقة بس كده صاحبي ده فيديو النهاردة اتمنى كل فيديو عجبك تكون استفدت من الفيديو لو استفدت من الفيديو بقى ما تنساش ان انت تعمل لايك وتشترك في القناة لو مكمل معي الفيديو لغاية دلوقتي انزل اكتب لي رقم واحد في التعليقات عشان اعرف ان انت من اخواتي الريقين اللي بكملوا معي الفيديو للاخر وبس كده صاحبي اشوفك في فيديو جديد وسلام اشترك في القناة